اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين الاهلي بيحبط كل المخططات كل المخططات تم احباطها النهاردة في هذه المباراة الصعبة جدا 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 الحقيقة انا قبل ما اتكلم عن اي شيء وقبل ما ارحب ضيوفي وقبل اي شيء ناس كلها بتتكلم على الوقت الضائع او البدل الضائع انا يعني النهاردة حاجة غريبة جدا احنا اولا ما اتفرجناش على مباراة ما شفناش مباراة كل المباراة خصوصا الشوت التاني كل شوية واقفة وكل شوية حد يقع وكل ما فيش مشكلة لكن خليني اقول لحضراتكم لماذا تم احتساب دقيقة زيادة او دقيقتين زيادة من عمر او بعد بدل الوقت البدل الضائع خلينا نوريهم يا سمير ماذا حدث في هذه المباراة طيب الكرة دي تحديد انا جماعة كانت في الدقيقة تسعين تسع وخمسين في الدقيقة تسعين تسع وخمسين ابتدي بقى يا سمير واحدة واحدة بعد اذنك وحطلنا التايم حطلنا التايم نشوف وقتا الدقيقة كانت في الدقيقة واحد وتسعين يلا حطولنا الطايمة جماعة من فضلكم علشان كابتن عادل ألف مبروك كابتن أسامة ألف مبروك كابتن تامر ألف مبروك ولكن مهم جدا 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 نوري لحضراتكم إن في الدقيقة تسعين وتسعة وخمسين اللقطة اللي أمام حضراتكم دي كانت في الدقيقة تسعين وتسعة وخمسين خدت وقت الدقيقة لما وقع أحمد صبحي لاعب نادي سموحة وقع لغاية الدقيقة تقريبا اتنين وتسعين تمانية وتلاتين سانية إذن هناك تقريبا دقيقة ونص أهو بالطايم يا جماعة وحنجبها لكم بالطايم يلا خلينا نروح نشوف واحدة واحدة فضلوا دي أهو أربعين سانية بالزبط فضل إحنا برضو يا كابتن أسامة يا كابتن عادلة يا كابتن تامر بنوري الناس ماذا حدث أهو في مبارة مهاردة في الوقوع كتير أه معلش خلينا نشوف برضو الدقيقتين دول لماذا خلي بقى لحضراتكم ده اللايف ده المخرج بيعيد وهو واقع اللاعيب كل ده اللاعب كل ده بنعد في وقت كل ده بنعد في وقت كان في الديئة كان بقى قدام حضراتكم من ناية الوقت الضايع الديئة ماشي اهو خلينا نكمل واحد وتسعين يلا تمانية وتلاتين سنة هو ده الوقت اللي تم احتسابه زيادة عن السبع دقايق ولسه اللاعب واقع اهو امام حضراتكم ده من اللايف ده من اللايف وبتعالج في ارض الملعب وبتعالج في ارض الملعب والعربية دخلت وكل ده واقف في الديئة كان بقى خلينا بص الجام تاني يشوف عمر السلية هو بيكلم الكابتين امين عمر بالزبط كده بقوله على الوقت تمام قال له هضيف قال له هضيف اهو برافو عليك برافو عليك برافو عليك اهو هو خلاص كده حسب سبع دقايق وقت ضايع لا عمر السلية بص عمر السلية معلش خلينا نكملها قسامة اللايف دي معلش كده نرجع للقطة عمر السلية خلينا نكمل كل ده يا جماعة احنا بنعد من الدقيقة تسعين سبعة وخمسين ثانية كل ده اللي واقف اللي عب يتعالج والمخرج بيعيد اللي اطار حيال المخرج تعبنة جدا النهاردة لكن ماشي مفيش مشكلة خلينا نكمل بس عشان اوري لحضراتكم لماذا تم احتساب دقيقتين واللقطة اللي قسامة بيقول عليها لقطة مهمة جدا اهو اكمل اللعبة كده الماتش بيبدأ اهو الدقيقة كان بقى اتنين وتسعين واربعين ثانية واحنا كنا واقفين في الدقيقة تسعين تسعة وخمسين ثانية وبالتالي دقيقة وواحد واربعين ثانية تم رايحين في هذه اللعبة من السبع دقايق انا بس بوري حضراتكم انا بوري حضراتكم عشان الكلام اللي حيتقال بعد كده اي حاجة حيتقال بعد كده اهو شايفين حضراتكم من حق يا حسام حسام حسن ومن حق يا ابراهيم يا كابتن ابراهيم حسن يعملوا اللي هم عايزينه ومن حقنا كمان ان احنا نوري حضراتكم ماذا حدث في ارض الملعب لماذا تم احتساب دقيقتين وقت بدل 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 ضائع لماذا تم احتساب الدقيقتين دول زي ما وريته لحضراتكم بالظبط دقيقة وواحد واربعين ثانية في اللعبة دي بس خلال السبع دقايق بدأت من الدقيقة تسعين تسعة وخمسين ثانية وانتهت في الدقيقة اتنين وتسعين اربعين ثانية وبالتالي دقيقة وواحد واربعين ثانية تم احتسابهم بعد السبع دقايق ادي كام ورينا ورينا برضو اهي لا تبطعت السلية هو لا تبطعت السلية برضو عشان ايه نوري الحضرات هو هنا اه رايح للكابتن امين عمر بيكلمه بيقوله ايه بيقوله يا كابتن امين احنا الوقت ده يتحسب لان ده من وقت البدل الضائع قال له هحسبها اكيد يعني انا معرفش طبعا الحوار اللي دار ما بين ولكن يعني كلنا كلاعيبة كرة عارفين الكلام ده بيتقال ازاي وبيتقال امتى وبيتقال فين لكن احنا طبعا ما نعرفش الحوار اللي دار لكن انا بوري لحضراتكو لقطات عشان اي حد حيتكلم خلال الفترة اللي جاية لان انا عارف اللي حيحصل وعارف الكلام اللي حيتقال واللي حيطلع من هنا يقول لك اصلي ده الاهلي مش عارف ايه والاهلي ايه احنا بنوري حضراتكو الجوب بقى اجي في الديها كامل يلا ورينا اهو يلا ايوا بس كرة دخلت كان بقى في الديها كامل سبعة وتسعين وسبعة وخمسين ثانية اذا في الوقت المحتسب بدل من بدل الضاقع في الدقيقتين يعني المفروض يخلص في الديها كامل سبعة وتسعين اللاعب وقع دقيقة واربعين ثانية او دقيقة وواحد واربعين ثانية لو ضفنا دقيقة واحد واربعين ثانية على السبعة وتسعين هيبقوا تمانية وتسعين وواحد واربعين ثانية الهدف يعني احنا لسه لنا وقت كمان في هذه الكورة او في ملعب المباراة وبالتالي ام تم احتساب الوقت بدرجة رائعة جدا 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 انا شخصيا بحيى عليها كابتن امين عمر وهي للحقيقة مع ان النهاردة فيه اخطاء كتيرة جدا هنتكلم عنها مع كابتن سامير عثمان ولكن انا بس حبيت قبل ما نتكلم في فنيات ونتكلم في الكورة ونتكلم في الكلام ده كله احنا قطعنا الشك باليقين وورينا لحضراتكم ومش مش من الشاشة بتاعتنا بالمناسبة وورينا لحضراتكم ايه اللي بيحصل بالثانية وبالدقيقة احتجاجات بقى واخناقات والكلام ده كله يعني مش هلتكلم فيه انا شخصيا مش هتكلم في هذه الامور لان الامور دي بالنسبة لي معروف ان ده حيحصل احنا كلنا عارفين ان ده حيحصل بعد المباراة وكابتن حسام حسن من حقه بالمناسبة لانه الحقيقة وصل لوقت مهم جدا ان هو يتعادل ومن حقه لانه في وضع صعب جدا 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 لكن في النهاية انا لن اتكلم عن احتجاجات ولا على الكلام ده كله النادي الاهلي فاز في هذه المباراة بهدف مقابل لشيء واخد ثلاث نقاط لتضعوا مغردا ومنفردا على صدارة الدوري العام المصري اشتركوا في القناة